شكرا فرح وأهلا بكم مشاهدين مرة أخرى إذن ساعات تفصيلنا عن بدء التصويت في الانتخابات النيابية للمواطنين داخل لبنان بعد انتهاي التصويت للمغتربين في الخارج انتخابات مصيرية تعتبر أكثر من أي وقت مضى خاصة مع احتدام المنافسة بين الفرقاء سياسيين على المقاعد النيابية وسط أزمات لا قبل للبنان بها موضوع الانتخابات التشريعية أخذ حيزا كبيرا من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بين دعوات للإقبال على صندوق الاقتراع والحديث عن أهمية الدور الذي يلعبه اللبنانيون في الداخل ونبدأ مشاهدين الكرام مع فادي ضو الباحث الذي يدعو المقيمين في لبنان إلى أداء دورهم في الانتخابات كما فعل المقتربون اللبنانيون من أجل التغيير واستعادة كرامة أهلهم في لبنان لتكون البلاد في آخر المطاف جاهزة يوما ما لعودتهم على حد قوله وكذلك تقول الباحثة منا بركة تقول إن الخامس عشر من مايو هو دور من في الداخل للتصويت وتتابع هذه مسؤولية كبيرة على كل مواطن لبنانيين في خضم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان أما الناشط نزار صاغية فيرى في الانتخابات النيابية فرصة للناخب اللبناني ليحاسب كل الأحساب التي تنتهج العنف لإقصاء معارضيها في الحملات الانتخابية على حد قوله إلا أن الناشط ضياء أبو دية فيبدو أقل تفاؤلا من نتيجة الانتخابات ويدعو إلى الوعي وعدم الانجرار إلى الشارع في الأيام المقبلة وتقبل النتائج بروح رياضية مشيرا إلى أن الشعب اللبناني سيكون الضحية وداعيا إلى الاتعاض من تجارب الماضي ونختتم مشاهدينا الكرام مع تغريدة الناشطة فرح خالد التي تدعو إلى التصويت ضد ما سمتها بالمنظومة السياسية الفاسدة التي أوصلت لبنان إلى هذا الحال نهاية هذه الفقرة ستكون لنا وقفة أخرى مع مواضيع حازة اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي أما الآن فعودة إلى فرح لاستكمال الأخيرة